طيب من الزمالك لمنتخبنا الوطني وكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أعلن عن قائمة مبدئية ضمت عدد من الأسماع خلينا نقول لحضراتكم حرصة المرمى ضم فيها الثنائم مهدي سليمان ومحمد بسام قدام حضراتكم هو على الشاشة أخذها بالترتيب تم اللاعبين من بيرامدز مهدي سليمان حارس مرمى علي جبر مدافع وأحمد أيمن منصور مدافع ومحمد حمدي ظهير أيصر أحمد توفيق ظهير أيمن وخطة وسط ومحمد فاروخ خطة وسط مهاجم وعبدالله السعيد ورمضان صبحي ده دول التمن لعيبة اللي من بيرامدز اتنين لعيبة من سموحة أبو الفتوح وحسام حسن ولعب من طلاع الجيش اللي هو محمد بسام دي قائمة مبدئية حيبقى فيه كمان مجموعة من اللعبين حينضموا لها MP لعب واحد اللي هو محمد شريف حياة كمتماز جدا جدا والمؤولين اللاعب واحد اللي هو طاهر محمد مهاجم وجناح المؤولين العرب المنضم حديثا كمان لصفوف النادي الأهلي دي القائمة المبدئية اللي اختارها كابتن حسام البدري لمباراة المواجهتين بتوع توجه زهابا وإيابا إن شاء الله بإذن الله تمنياتنا لمنتخبنا الوطني فيها بيئة التوفيق نحن نعرف نتعامل مع المباراة دي رغم صعوبتها وصعوبة الظرف وده أول تجمع علينا فإن شاء الله بإذن الله الأمور تتم بشكل كويس